الحمد لله وكفاء وسلاما على بديل الذين اصطفى على سيام النبي المجتبع والأمين مصطفى على صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستقنين الشرفة وبعد إخوة الكرام مع كتاب الأتقاد للقاضي أبي علام نمر عليه وكرام أنه متعب جدا إن شاء الله نقف على أصول مسائله ثم ذلك نتبخف في المسائل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق قال والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان والكتابة هي المكتوب والقراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات فهو كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا مفعول ولا جسم قال ولا جوهر ولا عرض بل هو صفة من صفات ذاته وهو شيء نخالف جميع الحوادث القرآن كلام الله غير مخلوق أضف الكلام لله للافعلها والقرآن مما تكلم الله به فالقرآن كلام الله والإنجيل والتوراة والزبور قل لما أنزل على الأنبياء القرآن كلام الله تكلم الله به فهي صفة ثابتة لله للافعلها وهي صفة الكلام ويقول كلام الله منزل غير مخلوق وهذه فيها يؤكد على هذا الباب أن القرآن منزل من قبل ربه للافعلها وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين قال الله جعلها وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال كتاب أنزل عليك مبارك ليتدبروا آياتي وقرآن فرقناه وقرآن فرقناه لتقرأ على الناس على مكسن ونزلناه تنزيله فهو كتاب الله للافعلها القرآن كلام الله للافعلها منزل غير مخلوق فهو صفة من صفات الله للافعلها وهو من المعاني وهو صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإدماء السنة والقياس كما سنبين في صفة الكلام كيف كرن وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع في أي موضع كان فهو كلام الله غير مخلوق والكتابة مخلوقة والقراءة مخلوقة والأصوات مخلوقة والكتابة مخلوقة والله للعلى قد وصف نفسه بالكلام أزلن أبدا فهو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية فلا بداية لكلامه ولا نهاية له وصفة الكلام صفة ذاتية فعالية فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها وفعالية بكونها تتعلق بالمشيعة والإرادة إذن هي قديمة النوع كما قال المتميع حادثة الأفراد أو الأحات وعما صفة الكلام فقد ثبتت لها العلى بالكتاب وبالسنة وإجمعها بالسنة والقياس نثبتها وإني مصعب جدا قال الله جعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وَقَالَ اللَّهُ الْلَفِعُلَاءَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا بعض رماء إعرانها نصا لأن التكليم هنا تكليما هو مفعول مطلق يؤكد الفعل وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا تأكيد لحصول الكلام وقال الله الرعاق لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تفد كلمات ربي لو جئنا بمثله مددا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلامه والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وقال الله الرعالى وَإِنْ أَحْدُ مَنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله وهذا مضاف لله للفعلات ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات من شر أعوذ بكلمات الله التمات أضاف الكلمات لله للفعلات إضافة معاني إذن إضافة نوعان إضافة معنى وإضافة وإضافة عين والعين المستقلة بذاتها تكون إضافة مخلوق لخالق ويكون الإضافة على التشريف وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف ومقاد يضيف الموصوف لصفته فالله رعالى سبحانه ربك رب العزة عما عما يصفهم فكلام الله جلال فعلاء كلام الله ثابت بالكتاب والسنة وإجمعها للسنة فقد أجمعت الأمة وأجمعها الصحابة الكرام على أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه جل في علاء والعقل يوافق ذلك أو القياس يوافق ذلك لا سيامة وأن النبي صلى الله لا سيامة وأن القاعدة التي اتفق عليها العلماء كل كمال يتصف به العبد فالرب أولى به كل كمال يتصف به العبد فالرب أولى به لأن الله الذي يفعله هو خالقه خالقه هذا الكمال وخالقه هذا الكمال حق أن يتصف بهذا بهذا الكمال هذا عقلا إذن صفة الكلام ثابتة لله جل في علاء والقرآن كلام الله غير مخلوق وخلف في ذلك المعتزلة والجهمية بل والأشعر أيضا خلفوا في ذلك أما المعتزلة فخلفهم ظاهر جدا بأنهم قالوا القرآن مخلوق سدلوا على ذلك أتوا ببعض الشبه قالوا قد قال الله للفعل إن جعلناه قرآنا عربي وقالوا ببعض الشبه النظرية قالوا لو قلنا بأن الله يتكلم إذن الكلام يحتاج إلى أسنان أدراس شفاء لسان هذا الشبه التي عندهم قالوا لو قلنا يتكلم إذن شبهنا الخالق بالمخلوق وأما الجهمية فقد نفعوا الصفة ومن أصلها لأنهم يتكلمون الصفات بحال من الأحوال كرمية قالوا في كلام الله هو كلام الله غير المخلوق لكنهم قد اتصف به قبل أن يكون متصفاً به كأنهم قالوا الكمال طارئ على الله فيه على الشعيرة قالوا وكلام الله قالوا هكذا إجمال كلام الله وعند التفسير قالوا هو عبارة ليس كلام الله هو عبارة عن كلام الله قالوا وعبار عن كلام الله جل في علاء وليس من كلام الله فقالوا عبار عن كلام الله وليس من كلام الله جل في علاء دلالة واضحة جدا أنهم يقولون بأنهم مخلوق يعني كأنهم يصفون الله بالنقص وأن جبريل هو الذي عبر عن الله جل في علاء وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله جعال تكلم بصوت وحرف وسمعت الماليكة كلام الله وسمعت الماليكة صوت الله قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين والنداء لا يكون إلا بصوتين وحرف ألف لام ميم هذا حرف وأيضا في الحديث الصحيح الذي من أجله رحل جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين فيناديهم فيقول فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من من قرب وهذه أيضا فيها دلالة أن الله جعله يتكلم بصوت وأما قول المعتزلة بأن عندهم شبه أن الدليل أنه ليس بكلام الله في قوله إن جعلناه قرآنا عربية والجعل يأتي بمعنى الخلق ويأتي بمعنى التصير لأنه قال الله جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور لكن إن جعلنا يكونوا على التصير أو يكونوا على أو يكونوا على الخلق وفي قوله إن جعلناه قرآنا عربية يعني سيرناه قرآنا عربيا بلغة العرب والدلائع ذلك بأن الجعل قد يأتي بمعنى التصير بقول الله وعلا ألم ترك بفعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كأيدهم في تضليل وأرسل عين طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يعني سيارهم كعصف مأكول فيكون هنا الجعل بمعنى التصير والدلائع ذلك الأدلة المحكمة التي أثبتت كلام الله أثبتت أن الله يتكلم بكلام يعني مسموع أما الشبه النظرية التي عندهم بأن الكلام يحتاج إلى لسان أدراس شفا وهذا تشبيه الخالق بالمخلوق فكنا المقدمة باطلة فالنتيجة تكون المقدمة باطلة والدلائع ذلك بأن النظار هناك من المخلوقات من المخلوقات ما تكلم بغير أهلا تكلمت الجنة وتكلمت النار وتكلمت الأرض والسماء قال لا تأتينا طائعي ابن مسؤول قال كنا نسمع تسبيح الطعام أين السنان والأسنان والأدراس الثالثة أيضا القلم عندما خلق الله أول ما خلق الله القلم قال لا أكتب قال وما أكتب تكلمه الآن أيضا الحجر الحجر كان يسلم عنه يسلم قال أعلم حجر كان يسلم علي إذا سبتم من مك أيضا الشجر الغاء إلا شجر الغاء قال يا شجر يا مؤمن الشجر الغاء في يوم القيامة يتكلم ويقول يا مؤمن يا عبد الله تعالى نعم ما يتكلم الآن أيضا يعني في علمات الساعة قرب الساعة فيقول يا مؤمن تعالى يهودي خلفي فقط الله وأما كلام الجهمية الذين يعني ينفون الصفة فالصفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة وأما الكلام على أن القرآن عبارة عن كلام الله فهذا كلام الله صح في حال من الأحوال وهذا لازمه وصف الله بالنقص لازمه وصف الله بالنقص وأن الذي عبر عن الله فله هو جبريل وهذا كلام لا يصح بهذا نقول قناة انتهينا من الدرس اليوم على التأصيل إن شاء الله نأتي بصفة الكلام على ذلك في الدرس القاضي نسأل الله على ذلك مزيد حسنا